موعد النشرة الجوية مرحبا بكم مشاهدين الكرام إذن تبقى الأجوة حارة نسبيا على أغلب السواحل الوطنية مع تساقط بعض القطرات من الأمطار فيما يخص الولايات الغربية غدوة إن شاء الله خلال الصباحة بإذن الله نبدأ نشرتنا الجوية كما العادة بصورة القمر الأستناعي لتوضحنا بعض السحب العابرة على أغلب المناطق الشمالية نحو الجنوب الغربي إذن الريح إن شاء الله لنهار الخميس سيكون معتدل على أغلب السواحل الوطنية خاصة السواحل الشرقية والمناطق الداخلية للوطن راح تلحق سرعة الرياح إلى 40 كم في الساعة فيما يخص السواحل الغربية والوسطى هبوب الرياح معتدلة فيما يخص أغلب المناطق الجنوبية ما تتعدى سرعة الرياح 40 كم في الساعة على وسط السحراء حالة التقس اليوم إن شاء الله في الليل إذن راح تكون في بعض القتلة من الأمطار على أغلب السواحل الغربية حتى على معسكر وتلمسان راح تكون في بعض السحب العابرة بدون فعالية على باقي الولايات الساحلية الوسطى والشرقية حتى على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس نفس الوضعية الجوبية تخص شمال السحراء ومنطقة الواحد كذلك على بشار وعين صالح جوة صفية مستقرة على باقي الولايات الجنوبية درجات الحرارة الدنيا لمسجنا إن شاء الله ليوم في الليل دايما يبقى الحال بارد على أغلب المناطق الداخلية للوطن خاصة الغربية إذن خمس درجات على عين وسارة الجلفة والتيارت ما تتعداش لحداش ندرجة على طول الشريط الساحلي سبعة درجات على النعامة والبيض ومشرية كذلك على بتنة ثمان درجات على قسنطينات عشر درجات على قلمة وسوق هراس ما تتعداش ثمان درجات بالنسبة لمنطقتين معسكر كذلك تلمسان المناطق الجنوبية تسع درجات على أدرار وعين صالح عشر درجات على غرداية ومنطقة بشار 12 درجات على إليسي جونت وعيناميناس وثمان درجات على الواحد على كل من ويتسوفرق لتوكورت وحسيم سعود الوضعية الجوية المنتظرة إن شاء الله خلال الصابحة إذن نجو رح تكون مشمسة ومستقرة فيما يخص الولايات الشرقية والوسطى رح تكون في بعض القاطرات من الأمطار من فترة إلى أخرى على الولايات الغربية المناطق الجنوبية جمعشة جزئيا على الجنوب الغربي مع حركة رياة رح تكون معتدلة رح تأدي لتطاير زوابع رملية على الجنوب الغربي درجات الحرارة الدنيا لمسجنا إن شاء الله خلال الصابحة إذن خمس درجات على كل منعين وسارة الجلفة تيارت حتى على مطقة باتنا كذلك على مشرية نعامة والبيت 8 درجات على قسنطينة وسطيف 9 درجات على الغواط بسكرة وأفلو 10 درجات على قلمة والسقهراس البويرة واتيزي 12 درجات على عنابا جيجل واسكيدا 10 درجات على الجزائر العاصمة بليد أبو مردس وتنس 11 درجة بالنسبة لوهران نفس المقياس رح تسجلون إن شاء الله ببشار غردايا إليزي جانات وعنا مناس 14 درجة لأدرار تيميوين وارغان ما تستعدش 13 درجة على منطقة تأعين صالح و16 درجة كأعلى مقياس بعين قزام وبرج باجي مختار لبحان إن شاء الله لنهى الغدوة إذن رح يكون قليل الاضطراب لمطرب على طول الشريط الساحلي خاصة على السواحل الغربية والوسطى رح تلحق سرعة الرياح إلى 50 كم في الساعة وما تستعدش إن شاء الله 40 كم في الساعة على السواحل الشرقية إذن الرؤية رح تكون متوسطى علول موجة رح يلحق إلى المترين على السواحل الشرقية والغربية و3 أمتار على السواحل الوسطى ما إتجاه الأمواج رح يكون غربي إلى شمال غربي على كل السواحل الوطنية إذن كانت هذه التفاصيل الوضعية الجوبية المنتظرة إن شاء الله اليوم في الليل وغضوة مع صباح نشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة في أمان الله